قال جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي إنما حدث من زميله ساديو ماني خلال مباراة الريلز وبرنيلي تم نسيانه سريعا لافتل إلى أن سنغالي كان يضحك وامزح في غرفة خلق الملابس وحل ليفربول ضيفا على برنيلي في منافسات الجودة الرابعة من بطولة الدور الإنجليزي الممتاز وشهدت المباراة غضب السنغالي ساديو ماني عجبه خروجه بديلا بسبب عدم تمرير محمد صلاح القرى له خلال هجم خطير للريلز الذي فاز بالمباراة بثلاثية نظيفة وكشف هندرسون في تصريحات نقلته صحيفة ميرير البريطانية ما حدث في غرفة خلق الملابس تم نسيان الهزمة سريعا اللاعبين يحفزون بعضهم البعض وهذا ما تم في غرفة خلق الملابس عجب نهاية المباراة وتابعا عندما وصل ماني لغرفة خلق الملابس كان يضحك ويمزح الشيء الأكثر أهمية هو أننا فوزنا بالمباراة ساديو ماني يعرف ذلك وواصل قدمنا أداء جيدا كما أوضحت نريد أن نحفز بعدنا البعض نريد تقديم الأفضل في كل وقت واكمل ساديو ماني بخير إنه لعب عظيم وشخص رائح وكان يورجن كلوب مدارب الرز قد علاق على غضب السنغال قائلا لا أعرف ما السبب وراء انفعل ساديو ماني على مقاعد البدلاء عجب خروجه من أرضية الملعب كل إنسان لديه مشاعر متدخلة وأمور معقدة لا يمكن أن نفسرها واختتم ماني شخص عاطفي ونحن جميعا كأفراد لدينا قدرتنا ومشاعرنا الخاصة ونكشاء الماء حدثة لم يعجبهم والأمر غير متعلق بالاستبدال وسوف ننهي هذا داخل غرفة خلق الملابس موسيقى